توفي رئيس الأرجنتين الأسبق كارلوس منعم عن عمر يناهز تسعين عاماً وكان قد تم إدخال منعم إلى المستشفى عدة مرات في الأشهر الأخيرة بسبب إصابته بالتهاب رئوي وخضع منعم الذي ظل يشغل منصب عضو في مجلس الشيوخ منذ 2005 للتحقيق في قضايا فساد مختلفة كما صدر أمر باحتجازه في منزله قبل المحاكمة في قضية تتعلق بتهريب أسلحة إلى كرواتيا والإكوادور ليتم إطلاق صراحه بعد أسابيع بموجب حكم من المحكمة العليا وتمت تبرئته في نهاية المطاف الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز أعرب عن أسفه العميق لرحيل منعم وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق ترجمة نانسي قنقر